تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد وبدعوكم دائما تشتركوا بقناة سيفي سبورت على يوتيوب لأن الحمد لله تقريبا ختمنا سنة من قصص كل جمعة وقدرنا نستمر مع بعض بأفكاركم بهمتكم بمعنوياتكم وبدعمكم لكل هذه الحلقة اليوم قصتنا عن بلين وعن قصة وزاوية معينة في بلين قبل أيام اذكرنا الأسطورة البرازيلية اذكرناه بأهداف ليونيل ميسي مع فريق واحد وكسر رقمه القياسي الكسر اللي ربما يبدو كأن ميسي تفوق لكن بالرسالة أخرى احنا منذكر أنه بلين صمد رقمه لما يقارب خمسين سنة منذكر أنه كثير ناس جيلي جديد في كرة القدم ربما لي أول مرة بيسمع عن بلين أو ثاني مرة أو ثالث مرة في حياته عم بشوف الرقم اللي صمد خمسين سنة طبعا بعد كل رقم بيطلع دائما بينقسم الناس لجهتين في الكلام البعض ذهب وتكلم عن الرقم الآخر اللي هو أكثر من 1200 هدف وقال هذا الرقم غير منطقي وفعليا هذا الرقم ليس كله في مباريات رسمية وشرح طبعا في تغريدات سابقة أنه أكثر من 700 هدف تقريبا في مباريات رسمية والباقي أنه بلين كان يلعب كثير مباريات استعراضية وبطولات عسكرية ودية ومن هوس الجمهور في بلين كانوا عدونه كل هدف هذا الجزء الأول لكن الجزء الثاني اللي لاحظته في التغريدات والتفاعل أنه يا أخي رقم بيليه هذا كله في البرازيل هو لو كان في أوروبا كان جابه وهون بدي أوقف ليش بيليه مع راع على أوروبا وكيف صار هذا الأسطورة الكبيرة في تاريخ كرة القدم بدون ما يحط رجله مع أي فريق أوروبي بيليه اللي فاز بكأسين عالم كأنصر أساسي فيهم والكأس الثالث زي ما بنعرف بيت نيروسستيني تعرض لإصابة وفريقه كمل وحقق اللقب خلينا نعرف شو قصته وليش هجر أوروبا في الحقيقة في كثير أسباب سبب الأول والأهم بلا نقاش أنه بيليه كان غني وهو في البرازيل ما كان محتاج يروح على أوروبا عشان فلوس أكثر ولو تروح تشوفوا مواقع اللي بتحصي ثروات المشاهير يقال أنه ثروة بيليه حاليا 100 مليون دولار واللعب بالنهاية بيتغرب من بلده لأبلاث ثانية لما يكون فيه فلوس أكثر يعني تخيل لو نيمار كان ياخد مع سانتو 30 مليون يورو شو كان حيوديه على برشلونة وسان جيرمان لا حظل ببلدي مع عيلتي بحظر أعياد الميلاد البديه وبظل هناك في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات الكرة الأوروبية ما كانت تتحولت للإحترافية والتجارية الكرة في البرازيل والأرجنتين ما كانت بعيدة عنها لسه في عقود رعاية كبيرة للأفراد اللي بيلعبوا في أوروبا ولا رعاية للأندي كبيرة ولا أيضا حقوق بث تلفزيوني يدخل أموال كثيرة على الأندي في حين بيليه كان يلعب بفريق ربما هو مركز كرة القدم لحظتها نادي سانتوس اللي كان معه السبع لعبين من أساطير الكرة البرازيلية في فترتها ونادي سانتوس تحول لمؤسسة تجارية وتحتحول من نادي كرة قدم عم بيلعب بطونات محلية لنادي متجول كل أسبوع يلعب في بلد وهناك كان في صفقة أو عقد بين وبين بيلع ناوال ما نروح إليك جزء من دخل هذه المباريات وللعلم هذه الجولات الكثيرة لسانتوس مع بيلع هي اللي مخلتش بيلع يلعب كثير بطولات كوبا أمريكا وبيلي من سنة 62 حتى لحظة اعتزاله وهو أعلى لاعب دخلا في كرة القدم وهو موجود مع سانتوس وحتى خلال هذه الجولات بيلع غير الدخل اللي من المباريات ومن العلاقات كان أيضا عم بيكسب رعاة محليين في كل دولة عم بروحها وكل هذا كان يخلي بلي أكثر وأكثر قناعتا شو بدي في أوروبا أما السبب الثاني ما كان في حافز فني في الخمسينات والستينات الأندي الأوروبية ما كانت تشتري عشر لعبين برازيليين وتمن أرجنتينيين كان ممنوع هذا الكلام مفهومة جنسية ما كان بهذه السهولة كان الموضوع كتير معقد فكل الأندي كان تملك لعبين بس أجانب مش من بلدها فاللعبين المميزين البرازيليين والأرجنتينيين اللي منشوفهم الآن بأوروبا في الوضع القديم كانوا معظمهم موجودين في الأرجنتين والبرازيل فالدور الأرجنتيني ولا الدور البرازيلي ولا كأس لبورتادورس كانت بطولة قوية الأندي البرازيلي كانت أندي قوية الأندي الأرجنتيني كانت أندي قوية فكان المستوى الفني متقارب ما بين أندي هون والأندي هون وابتعرفوا كان في بطولة زمان اسمها Intercontinental لسنت السبعين على سبيل المثال أنديد أمريكا الجنوبية كانت فايزة بستة أوروبا فايزة بخمسة كان في ندية معاملة النيد للنيد بوكا جونيورز ريفر بليت سانتوس وفرق أخرى في البرازيل الجميع كان يشجحهم حول العالم كانهم شعبية عالمية مش شعبية إقليمية كما هو الوضع الآن مرة ثانية بحكي للناس اللي حاولت تشكك في بليل نتيجة تفاصيل أخرى حاولوا يحكموا عشاء بالسبعين بعقلية العشرين عشرين وهذا دائما غير منطقي بس في سبب ثالث بقصة لافتة قصة شوي مضحكة وغريبة بليه ما كان لعب كرة قدر بليه بأمر حكومي كان كنز وطني يمنع التجارة فيه إلى الخارج كيف هذا الحكي؟ بالـ 58 ترفو مسيم موراتي تاعة الإنتر ووالده كان مالك نادي الإنتر وراح يتفاوض مع سانتوس بعد ما شاف بليه بمونديال 58 وأخذ عقد أنه يشتريه ويأخذه لإيطاليا بليه كان شاب صغير وافق لكن جماهير سانتوس طلعت في مظاهرات رهيبة رسائل تهديد بالقتل حققية من عصابات ومن أفراد لرئيس سانتوس لو رح بليه انت مين وهون حسب ما بيروي ما سيمه موراتي وبيقول أبوي شاف الموضوع أنه عنده خيارين لعب أسطوري بشتريه لعب موهب حيخلي الإنتر في مستوى آخر أو حياة رجل آخر وحسب ما بيقول موراتي في صحيفة لجزيتة للس بورد أبوي قرر يمسي علاقة بعد ذلك تدخلت الحكومة البرازيلية وأعلنت قرار غريب جدا بليه كنز وطني برازيلي يمنع ببيعه أو خروجه من البرازيل للعب في بلاد أخرى إلا بموافقة الحكومة نفسها ولما سألوا بليه عن مسألت ليش ما رحت على أوروبا لخص القصة كلها وقال أنا جتني عروض من انتر ريال مدريد مانشيسا يونايتد ميلان بس ما رحت لأسباب واضحة وقال أساس كرت القدم في وقتنا كان قائم على الشغف مش على المال أنا كنت عم بلعب كويس في سانتوس سانتوس نفسه كان عم بيلعب كويس أيضا وأيضا أنا كنت عم بكسب بشكل جيد وشكل كويس يعني فلوس وراحة فردية وراحة جماعية فليش أفكر في مكان آخر باختصار هذه قصة عدم ذهاب بليه إلى أوروبا باختصار بليه من الرموز القلائل الذين يذكرون كأحد أفضل خمس لعبين في تلك كورة القدم ما لعبوا في أوروبا اختصار بليه مثال على كرة القدم قبل التحول وقبل الاقتصاد كله متجمع في أوروبا اللي خلى أوروبا حكر لكل مواهب العالم سلبي إيجابي ما بنعرف بس بنعرف إنه بليه كسر كل القواعد وبنعرف إنه بليه ألهم فريقه لأول فريق بيتاجر في الجونات حول العالم فريقه أيضا سانتوس يعرف حتى اليوم بأنه الفريق اللي قدم للعالم بليه هذه هي قصة اليوم قصة الجمعة الجاي حنتكلم فيها بموضوع إلو علاقة بتاريخ واحد واحد اللي خدمتنا في الصدفة وحنتكلم فيها أيضا في تفاصيل أخرى إن شاء الله نوصل هنا تهي الحلقة كالعادي بذكركم تشتركوا بالقناة تشيروا الفيديو مع الأصدقاء وأيضا تتركوا تعليقكم بالقصص اللي بتحبوا تسمعوها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة